لا يوجد تعريف موحد لما هي المضايقة على الإنترنت بسبب أشكالها الكثيرة. المضايقة على الإنترنت هي فعلياً استخدام الإنترنت، البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والمواقع المسيئة لمضايقة أفراد أو مجموعات عبر التهجم عليهم. قد يأتي ذلك عن طريق تعليق كتبة في خرف المحادثة أو رسالة بريد إلكتروني مهينة أو قاسية، أو حتى مضايقة الآخرين عبر وضع منشورات على المدونات أو شبكات التواصل الاجتماعي. أدت منصات التواصل الاجتماعي بفوائد كثيرة وعظيمة إلى مجتمعاتنا، وأدت إلى تحسين الطرق التي يمكن من خلالها لناس التواصل مع بعضهم البعض، ولكن يمكن استخدامها أيضاً لإذاء الآخرين.